مبارح اختتمت دول مجموعة بريكس فعالياتها اللي عقدت في مدينة كازان بروسيا الاتحادية على مدى 3 ايام وده بمشاركة 36 دولة وطبعا على رأسها مصر بحضور سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي احنا شفنا زخم كبير وشفنا حضور كبير من دول مختلفة لقمة البريكس كانت حاجة يمكن اظهرت قد ايه الظهور القوي للاقتصاديات الجديدة وطبعا كمان شفنا البيان الختامي صحيح البيان الختامي كان مهم جدا انطوى على عدد من المشاريع لتسهيل التجارة ما بين دول الاعضاء في البريكس من ضمنها نظام دفع بديل للدولار سنعرف اكتر عن مشاركة مصر عن الابرز القضايا السياسية والاقتصادية من طبعا الكاتب الصحفي جمال رائف اللي مشرفنا ومنورنا هنا في الستوديو السيدس جمال الصباح الخيرات عليك نعرف بقى حدق قرأت ازاي شفت ازاي تابعت ازاي دور مصر القوي وطبعا بيان وكلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في البداية صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل سادة مشاهدين يمكن بداية يجب ان نشير ان الطريق الى البريكس لم يكن سهلا يعني نحن اليوم نتحدث عن انجاز كبير للغاية على الصعيد السياسي والديبلوماسي والاقتصادي حقاته الدولة المصرية من خلال تواجدها كعضو الاهم في البريكس ولكن علينا ايضا ان نعود الى الخلف عشر سنوات ونتذكر ان هذا الانجاز على صعيد تموضع مصر خارجيا في هذا التكتل الاقتصادي البالغ الاهمية لم يأتي ولم يتحقق الا بارادة الدولة المصرية ان تبقى وان تكون موجودة وان تستقر داخليا وان تعيد بناء دولتها والتنمية المستدامة في الداخل المصري والتماسك الداخلي وعادة ركائز الدولة المصرية داخلين يعني عوامل كثيرة على الصعيد الداخلي للإصلاح الاقتصادي الداخلي البنية اللوجستية العملاقة التي حققتها الدولة المصرية إذن كان هناك خطوات وسبق هذه الخطوات في الحقيقة أيضا المجابهة الفكر المتطرف ومجابهة الإرهاب والتضحيات الكبيرة التي بذلت من أجل هذا الأمر إذن الدولة المصرية اشتغلت خلال العشر سنوات الماضية بشكل كبير جدا مما جعلها الآن تتموضع وتكون موجودة داخل المجتمع الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا بهذا الشكل الذي يجعلنا الآن نفخر بالتحركات المصرية وبالتواجد المصري وبالتالي الطريق إلى البريكس كان به الكثير من المجود وطبعا توفر الإرادة السياسية منذ البداية بقرارات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على كافة المصارات التي تحدثنا عنها وأيضا الإرادة الشعبية التي سندت هذا القرار السياسي وعملت على أيضا تدعيم التماسك الداخلي والعمل على أيضا أن نصل إلى هذه المرحلة الغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية في التموضع الخارجي في واحدة من أهم التجامعات الاقتصادية في العالم هذا الشق الشق الآخر فيما يتعلق بالتواجد المصري في هذا التجامع طبعا نحن نتحدث عن حدث تاريخي بكل المقيس لأن نحن نتحدث عن القمة الأولى لتجمع البريكس التي تحضرها الدولة المصرية كعضو في هذا التجامع ويحسب طبعا لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أول رئيس مصري يحضر قمة البريكس ومصر عدوا في هذا التجامع وبالتالي هي أيضا لقطات تاريخية يجب أن ندرك أننا شواهد عليها أو شهود عليها وبالتالي الجيل الحالي هو شهود أيضا على بعض الأمور المهمة للغاية هذه النقطة فيما يتعلق بالقضايا التي تناولتها الدولة المصرية في هذه القمة فسوف نجد أن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في الجلسة الأولى أو في الجلسة الثانية كلمات مترابطة مع بعضها البعض يعني لم تكن الكلمة الأولى منفصلة عن الكلمة الثانية بل كانت الكلمتين مرتبطان بشكل أساسي من حيث القضايا ومن حيث الاهتمامات وبالتالي اتحدى السيد الرئيس في الجلسة الأولى عن فكرة النظام الدولي بشكل عام وعن أهمية تعددية الأقطاب أو تعددية الأطراف والحفاظ على الأمم المتحدة وعلى نظام متعددة الأطراف وغيرها من الأمور ومن ثم نجد في الجلسة الثانية أيضا الحديث عن نفس الأمر ولكن التطرق أيضا للقضايا المزعزعة بقى لاستقرار النظام الدولي ولكن لماذا تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القضايا ونحن نتحدث عن أيضا أمور اقتصادية لأن لا يوجد اقتصاد مستقر لا يوجد تنمية ما بين دول بريكس أو غير دول بريكس لا يوجد اقتصاد عالمي وإقليمي مستقر دون تحقيق استقرار إقليمي ودولي في هذا التوقيت الراهن لهذا تحدث السيد الرئيس فيه بداية كلماته عن الوضع الإقليمي والدولي الراهن الذي يشهد الكثير من المصاعب في التوقيت الراهن لأن هذه الصعوبات بتؤثر على الاقتصاد يمكننا حتى في الداخل المصري الآن أصبحنا نستشعر هذا الأمر يعني حينما نتحدث الآن عن انخفاض إرادات قناة السويس لماذا؟ لأن الاضطرابات الإقليمية حققت هذا الأمر وبالتالي هذا ينطبع على كل دول العالم كل دول العالم تتأثر الآن واقتصاداتها تتأثر بما يحدث في الصراعات الدولية والإقليمية وبالتالي كان هناك حديث سواء على صعيد القضايا المهمة التي تدعم الاستقرار الدولي والإقليمي وكان على رأسية طبعا القضايا الفلسطينية ما يحدث من مخاطر لإنتساع دائرة الصراع وصولا للبنان وغيرها من نقاط وكثير من القضايا أما على صعيد القضايا التنموية فسوف نجد أن القدس الياسية المصرية يعني دائما في أجندة السيد الرئيس في كافة المحافظة الإقليمية والدولية وعدد من القضايا المهمة للغاية دائما بتكون على أولوية حديث سيد الرئيس في هذه المحافظة الإقصادية تحديدة وهذه الأولوية بتكون دفاع عن حقوق الشعوب الأفريقية والدول النامية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وطبعا الأمور الإقصادية هنجد حديث عن التغارة المناخية وهذه قضية بالغة الأهمية لأن لا يمكن أن نتحدث عن تحمل غير عادل للدول النامية والدول الأفريقية لتبعات التغارة المناخية يجب أن يكون هناك عدالة في تحمل تبعات هذه التغيرات وبالتالي على الدول الكبرى مسؤولية سواء من خلال تطبيق ما تم التواصل في إتفاق باريس أو ما أيضا أقررته إتفاقية الأمم المتحدة ومؤتمرها الذي عقد في شرم الشيخ كوب 27 من التأكيد على هذه النقاط وبالتالي التغارة المناخية بتؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل التنمية وحقوق الشباب والأجيال القادمة في هذه التنمية الأمر الآخر والذي أيضا تحدث عنه السيد الرئيس وهو فكرة التمويل ومسارات التمويل الجديدة والبحث في مسارات وآليات التمويل تتناسب وظروف الدول النامية الآن وأزمات اليوم في مقابل صندوق مثلا النقد الدولي أو المؤسسات التمويل التقليدية بالتأكيد يجب أن يكون هناك خلق لمسارات تمويلية جديدة تتناسب وأوضاع الدول النامية الآن يعني لا يمكن أن نتحدث عن ظرف دولي صعب للغاية ونتحدث عن نفس الظروف التي أيضا هي يعني بتشجارة التمويل معتادة يعني بالتالي أيضا عشان كده رئيس أشاد بفكرة أيضا بنك التنمية الخاصة بتجمع البريكس لأنه ألية طبعا أنا أعتقد أنها سوف يكون لها أثار مستقبلية بلغة الأهمية هذا الأمر الأخر ما يتعلق بقضية التعاون جنوب جنوب وهذا المصطلح يعني لو تذكرنا هنجده حاضر دائما في خطابات السيد الرئيس في كافة المحافل الدولية لأن بالتأكيد التعاون ما بين الدول النامية وهذا هو المقصود بفكرة التعاون جنوب جنوب أن يكون هناك تعاون وتكامل ما بين الدول النامية بمعضيها البعض وهذه نقطة بلغة الأهمية لأن الدول الكبرى الآن بعض منها للأسف يحاول أن يستخدم الأوراق الاقتصادية كأوراق استقطاب للدول النامية وبحاولة تأثير على الدول النامية وبالتالي الخروج من هذه الدائرة عبر التعاون جنوب جنوب أن يكون هناك تكامل ما بين مقدرات وإمكانيات الدول النامية وبالمناسبة الدول النامية لديها مقدرات وإمكانيات عظيمة للغاية يعني حينما ننظر مثلا للقرى الأفريقية وما تمتلكه من مقدرات من الثروة الطبعية والثروة البشرية والموقع الجغرافي والموقع الجهوس سياسي نتأكد من هذا العمر أمور أخرى في الحقيقة أيضا ضمن هذا الإطار ولكن ربما هذه هي القضايا الأبرز فيما يتعلق بالدول النامية ما يتعلق بالتغيرات المناخية ما يتعلق بالتمويل بمصارات جديدة ما يتعلق أيضا بالتعاون جنوب جنوب هذه هي النقاط مهمة هذا طبعا بجانب القضايا الخاصة بالاقتصاد بشكل عام وتجمع بريكس بشكل عام مش فقط الاقتصاد اللي كان مهيمن على هذا الموضوع يمكن اطلاع مصر بمسؤولياتها تجاه الجميع كان واضح جدا فيه خطاب سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن أزمة الشرق الأوسط وما يحدث فيه الشرق الأوسط وما يؤثر ده على الدول الموجودة في الشرق الأوسط ازاي كان كلام سيد الرئيس في هذا الموضوع وكيف تم استقباله من قبل الدول الحاضر إن كنبتأكيد القادى السياسي المصري حريصة كل الحرصة على أن تكون القضايا الفلسطينية حاضرة وبقوة ل Environmental pasando في كل المحافلة الدولية والإقليمية وبالتالي وجدنا في الخطاب الخاص بجلسة أمس الخاص ببريكس بلوس كان السيد الرئيس حريصا أن تكون القضايا الفلسطينية في مستهل الكلمة المصرية وبالتالي تحدث السيد الرئيس هنا عن الثوابط المصرية في هذه القضية وهذا هو ما اعتدنا عليه وأيضا تحدث عن تأثيرات الأوضاع في الشرق الأوسط على أيضا اقتصاديات الدول في المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام وبالتبعية طبعا على دول بريكس ودور أيضا هذا التجمع في أيضا أن يكون له دور في دعم اقتصاديات المنطقة في ذل هذا الأمر الصعب للغاية على الصعيد الأمني والاستقرار الإقليمي وبالتالي القضاة الفلسطينية حاضرة وأيضا لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السي سي بي الرئيس الفلسطيني على هامش القمة بيؤكد هذا المعنى أن هناك اهتمام مصري هذا يدركه الجميع ما تقوم به الدولة المصرية تجاه القضاة الفلسطينية لا يحتمل المزايدة ولا يحتمل حتى المزيد من الشرح والتفصيل لأنه واضح للعيان بالتأكيد خطوات عملية وإجراءات على الأرض وجهود حتى للوساطة في هذه الوحظة الصعبة التي يعني بتعصف بالأمن الإقليمي ما زالت مصر متمسكة بجوهر القضية وإصرار الدولة المصرية على الحديث بالأمس عن القضاة الفلسطينية حتى في ظل تشتت الصراعات وهذا المصرح كان في حديث سيد الرئيس فكرة تشتت في الصراعات الحادث الآن في المنطقة لأنه بالفعل ما يحدث في الإقليم من تشتت للجبهات من تفرع للجبهات من محاولة تصدير للرأي العام أن هناك صراعات أخرى بعيدة عن الصراعات أو الصراع الأساسي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول الوضع الراهن ولفت أنظار دول العالم لصراع ربما آخر ليس لها علاقة بجوهر القضية أمر خطير ويهدد مستقبل القضية الفلسطينية وبالتالي مصر دائما تعيد أنظار العالم لجوهر القضية عليكم أن تجدوا حلا شاملا وعادلا القضية الفلسطينية حتى يهدأ الأقليم لأن هذه هي القضية المركزية والقضية التي لا ترتب عليها أيضا يعني حل عادل أو استقرار لأقليم وبالتالي كانت أيضا هذه القضية حاضرة في لقاءات السيد الرئيس على هامش القمة سواء طبعا مع الرئيس الصيني مع الرئيس الروسي مع الرئيس الإيراني مع طبعا الرئيس الفلسطيني وغيرين من القادة ورئيس جنوب أفريقيا ويمكن لقاء السيد الرئيس مع يعني الرئيس جنوب أفريقيا أعتقد أنه كمان ليه خصوصية يعني لأن الخطوات الأفريقية هنا أيضا يعول عليها نعم مصر رائد عربي وتقود العمل العربي ولكن أيضا على السعيد الأفريقي مصر موجودة وتقود العمل الأفريقي مع الشركاء الأفريقية في أيضا دعم القضية العربية لأن طبعا جنوب أفريقيا كان لها دور مهم في محكمة العدد الدولية ومصر ساندت هذا الدور وأذرت هذا الدور وانضمت سريعا لأن تنضم إلى هذه القضية وأصبحت أيضا بجانب جنوب أفريقيا لمناصرة القضية الفلسطينية على السعيد الأفريقي في هذه النقطة تحديدا سيد الرئيس كانت تحدث في كلماته الافتتاحية في تجمع بريكس زي ما حقا كده تفضلت وقلت على أهمية وجود المنظمات الدولية في القلب منها الأمم المتحدة في هذا الصدد وأهمية دعم ومساندة هذه المنظمات إلا أنه هذه المنظمات أثبتت عدم قدرتها على التعاطي مع المتغيرات المنجودة أثبتت سياسة الانحياز إلى طرف على حساب طرف اليد الرخوة في إدارة الأمور السؤال هنا إزاي مؤسسات منظمات مستحدثة مثل تجمع بريكس أن هي تعيد الأمر إلى نصابه تعيد التوازن يعني ما يعوى الآن على دور البريكس في المرحلة القديمة هو فكرة إعادة التوازن إعادة التوازن الدولي نحن نحتاج إلى كتل مختلفة وأيضا تقبل من الأطراف الأخرى حتى لفكرة أن العالم به أهديد تعددية يعني لا يمكن أن يقتصر العالم على قطب واحد أو على يعني دولة واحدة تصبحية المهيمة على مقدرات باقي دول العالم هذا غير منطقي وأثبتت التجربة أنه أيضا غير فعال على أرض الواقع وبالتالي يجب أن تتقبل كافة الأطراف الدولية كبرى فكرة التعددية الدولية وهذا ما تؤكد عليها الدولة المصرية فكرة التعددية الدولية أن يكون هناك تعددية يمكن من خلالها إحداث هذا التنوع الاقتصادي والسياسي ويعني أحداث أيضا نوع من أنواع التعاون الذي يقدم كافة المصالح وتحقيق المبادئ المتعلقة بالمكاسب المشتركة ولكن فيما يتعلق بدور المنظمات الدولية الحالية وعلى رأسية الأمم المتحدة بالتأكيد يمكن فكرة تفريغ القيم وهذا أيضا كان مصطلح حاضر فيه حديث سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجالفة الثانية لأن للأسف ازدواجية المعايير فكرة تفريغ القيم من مضمونها الحقيقي منحيات زي محرك قلت بعض الدول الكبرى لأطراف دون أطراف بالرغم أن المسئولية الدولية هنا بتحتم حتى على الدول الكبرى أن تتحمل مسئولياتها تجاه الجميع يعني حينما تتحدث أنك كبير في هذا العالم فعليك أن تكون كبيرا بالمسئولية وليس كبيرا بالشعر فقط وبالتالي هذه المسئولية من المفترض أن تحتم عليك العدالة وأن تكون غير منحاز لطرف دون طرف ولكن هذا الأسف لا يحدث بنجد ازدواجية في المعايير بنجد فيتو طوال الوقت يعرق المسارات التسويات السياسية للأزمات وبالتالي أنا أعتقد أن البريكس هنا دوره نعم هو تجمع اقتصادي والجميع يتفق أنه تجمع اقتصادي ولكن لا يمكن فصل الآن الاقتصاد عن السياسة وبالتالي إذا حدث نوع من أنواع البروز والتقدم في دور عمل البريكس على صعيد الاقتصاد العالمي وهو دور مهم نتكلم على أكتر من 50% من سكان العالم داخل هذا التجمع ونتكلم على أكتر من 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالمي موجود في هذا التكتل من 100 تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي المحلي العالمي البريكس عندها 30 يعني رقم كبير إذن هذا التجمع بالفعل له ثقل كبير ولكن أيضا تقريب وجهة النظر هنا ما بين دول أعضاء البريكس يجاد عمل على صعيد مصارات المنظومات بقى الدولية إحنا ما نجد مثلا موقف البريكس في الحقيقة من القضاء الفلسطينية موقف أكثر من رؤى يعني البيان الذي صدره بشأن هذا الأمر أمر يحدث هذا التوازن الذي نتحدث عنه إن كتلة دولية كبيرة الآن تتحدث بهذا الاتزان مقابل ربما كتلة أخرى لم تكن تتحدث بهذا الاتزان فهذا ما نريده من البريكس الآن أن يحدث هذا التوازن وأن نستغل أيضا هذا التوازن في أن ندفع الأطراف الأخرى في أن ترشد سلوكها تجاه القضايا الإقليمية وتجاه الصراعات الدولية التي يدفع ثمانيها الآن مش بس مواطني منطقة الشرق الأوسط ولكن حتى مواطني الدول النامية في كافة أرجاء العالم يدفع ثمن الصراع الدولي والإقليمي الراهن على الصعيد الاقتصادي وحتى على الصعيد الأمن أنا شكرا جزيلا كاتب الصحفي الأسادة جمال رائف شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم شكرا لكل صدام شايد شكرا